نحن نتابع ونناقش أكثر كل هذه الإنجازات خلال ثلاثة أعوام مع ضيفنا من الرياض أحمد الركبان الكاتب والمحلل السياسي مساء الخير أهلا بك معنا سيد أحمد بداية تلخيص بسيط إذا ما أردنا أن نتوقف على أهم محطات خلال ثلاثة أعوام الماضية بتصدي للقوات الحوثية بسم الله الرحيم مساء الخير لك ولي بشاهدي قناة الآن الحقيقة ما يميز هذا التحالف العربي أنه لم يسمح لإيران أن يدخل اليمن وأن يسيطر على اليمن عسكريا ومدنيا وعقائديا ولذلك التحالف العربي في قيادة المملكة العربية السعودية عندما اتخذ ضرب الحوثي في عقل داره قبل ثلاث سنوات مثل هذه الأيام أعتقد أنه قطع يد إيران للدخول إلى إيران كما دعت أنها دخلت أكثر من أربع أو خمس عواصم عربية المكسب الحقيقي هو هذا الجانب أكثر مما يتصوره الإنسان فيما أنه دخلت إيران اليمن لعبثت في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج بشكل عام هذا الاعتبار أن إيران سيطرت على العراق في ذلك الوقت وسيطرت على سوريا وكذلك أيضا على لبنان اليوم الحقيقة المملكة العربية السعودية والتحالف العربي والجامعة الدول العربية لن تسمح لإيران أن تعبث في العواصم العربية على الاعتبار فارسيتها والاعتبار أيضا عقائديتها المكسب الثاني الحقيقة هو إعادة الشرعية لليمن وإقلارها لدى الأمم المتحدة والأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بأن الشرعية اليمنية هي للرئيس هادي اليوم الحقيقة تحقق مكاسب كبيرة الشرعية اليمنية كذلك أيضا إضافة إلى عودة الأمن في عدن وفي لحد وفي بعض الحافظات الكبرى القريبة من صنعة بقي فقط صنعة والمحيط القريب منها تريد التحارف العربي أن تأخذ صنعة بطريقة تفاوض أو ربما أيضا تكون الشرعية اليمنية تتفاوض مع بعض الحقيقة العقلاء في الحوثيين حتى يتم إبعاد الحوثيين عن الحكم والسيطرة على اليمن كم نسبة العقلاء حسب وصفك بالحوثيين سيد أحمد؟ ما الذي نتوقعه اليوم؟ هل هناك مخاوف حقيقية هناك؟ حتى لو نحكي عن 90% من الأراضي تحت سيطرة القوات الشرعية؟ أولا العقلاء خارج اليمن نسبته كبيرة حقيقة لا يؤيدون ما يدور في اليمن على اعتبار أن الحوثي يدركون تماما أن الحوثي أصبح دمية أو يد تتصرف فيه إيران ويدركون العقلاء من اليمنيين سواء كان في المنطقة العربية أو في المنطقة الأوروبية أن ما يتم في اليمن هي مجزرة للشعب اليمني قبل غيره العقلاء داخل صنعة أنا أتصور أكثر من 30% لكن لم يتاح لهم الفرصة والحل ولذلك ثبت للشرعية اليمنية وثبت للعالم العربي خونت الحوثيين على اعتبار تحرفهم مع عري عبدالل الصالح الانقلابي عري عبدالل الصالح تعرفين أنه أيضا شخص انقلابي وشخص لا يؤيد الحرية لليمن وإنما شخص رحل بما حمل من أمور نعم هذا يدليل على أن الحوثي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم معها الاتفاق أو يتم معها عقد أو يبرم معها أي اتفاقية على اعتبار خيانته وثبت للتاريخ أن الحوثي ينقض العهد دائما الذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه ولذلك ويدار من طهران يدار من تل أبيب ومن هذا المنطلق يعمل الحوثي على قتل البشرية سواء كان سنة أو شيعة نعم نؤمن أن الشعب الحوثي والشعب السني في اليمن كلهم الحقيقة عقلاء لكن مع الأسف وقعوا في هؤلاء الحكومات التي تسعى للمال وتشترى بالأموال وتشترى بالسيادة اليوم الحقيقة المعممين في إيران يسيطرون سيطرة كاملة على رؤساء وقائد الحوثيين متشددين يعني بإيران نعم العلاقة في بالآونا الأخيرة كثر الحديث عن موضوع محاولة سياسية حوار سياسي في اليمن إلى أي درجة اليوم داخل دائرة بين الحوثيين وإيران متوافقة يعني ممكن أن ينصاع فعلا الحوثيون لأي حلول ممكنة سياسية أولا يجب أن نؤمن أن عبد الملك الحوثي هو طبعا هترر هذا العصر بالإضافة إلى الرئيس الإيراني فمن الصعب جدا أن يقبل بالحلول السلمية هم أصلا لا يؤمنون بالسلام ولا يؤمنون أيضا بالأمن والأمان للشعوب هم يؤمنون بالدكتاتورية بالقتل بالنهب بالسل بالحرق بالتفجير فأعتقد أن التفاهم حينما يشعر الحوثي بأنه ضعفت القوة لديه وضعف الجيش لديه ممكن أن يستسلم قليلا بشرط أن لا يكون هناك محاكمات عسكرية أو هناك محاسبة عسكرية التنازل عن الحكم والتنازل عن الدخول في السياسة في اليمن أمر محتم على الحوثي على اعتبار ما عمله خلال ثلاث سنوات الماضية من قتل وتهجير وهدك الدماء اليوم الحوثي طبعا تعرفين عبد الملك الحوثي كل المصادر تؤكد بأن عبد الملك الحوثي يعيش خارج اليمن قد يكون في طهرام وقد يكون أيضا في بيروت لدى حزب الله كل هذه عوامل مؤشرة على أن الحوثي بدأ يضعف الآن في مبشرات في تقدم كبير تجاه صنعة في مؤشرات إلى أن كثير من قوات الحوثي يخسرون الآن يقتلون يهجرون وتلاحظين يستخدمون الأيدلوجية الإعلامية حالية عن طريق قنوات عدائية للمملكة السعودية والدول العربية ورأحب أن أسمي تلك القناة لكن معروفة وبين الأصلا في ضربات كبيرة مازال الحوثيون يتلقوها يعني يوم عم نحكي أمس مواقع استراتيجية معسكر استراتيجي بين الجوف وصعدة طيب بخلال هذه الثلاث سنوات أيضا غير الموضوع العسكري في موضوع الإنساني أيضا الوقفة الشعبية للمواطن اليمني أيضا ضد الحوثيين ضد أي تدخلات خارجية لأنه نحكي عن إيران طبعا الجهود القبلية كل هذا المواطن بحد ذاته إلى أي درجة هو ساعد تحالف بإعادة الأمل طبعا القبائل اليمنية هي قبائل أصيلة ولذلك تعترف دائما بالحكومات المتعقلة مثل المملكة العربية السعودية وتعترف أيضا بالحكومات المجاورة الدول المجاورة اليوم الحقيقة القبائل اليمنية الكبرى بدون تحديد أسماء لها قوة استراتيجية داخل صنعاء وخارج صنعاء لا شك أن هؤلاء يساعدون العمليات الإنسانية وخاصة مركز الملك سلمان للأعمال والإغاثة الذي يؤدي دور ضخم جدا أقوى من الأمم المتحدة داخل الأراضي اليمنية رغم ما يحوضها أو يحتويها من حروب ومن أيضا زرع الألغام إلا أنها تستطيع أن توصل الإغاثة والمواد القدائية إلى الشعب اليمني في عقل داره لكن مع الأسف الشديد أن هناك قوافل تأتي داخل حدود صنعاء تستغل من قبل الحوثيين وتأخذ قصرا ومن خلال ضعف الأمم المتحدة وضعف الصليب الأحمر داخل يمن أعتقد أن الشعب اليمني أيضا يدرك تماما أن التحارف العربي يريد السلام لأهل اليمن ولا يريد العبث ولا يريد القتل ولا يريد التحجير صحيح أثبت هذا إلى أي درجة قطعنا مسافة بس دهمنا الوقت بأنه ذكرت مركز الملك سلمان قطعنا مسافة حتى إنسانيا بالداخل اليمني تجرى العمليات الطبية داخل القطاع اليمني تصل إلى عمليات جراحية معقدة إلى عمليات القلب إلى عمليات الفصل كلها الحقيقة أيضا حتى العمليات تجرى داخل أماكن الحروب وأماكن الصراع مركز الملك سلمان يؤدي خدمات جليلة في الطبية والغذائية والنفسية والمعنوية والتعليمية كل هذه أداها مركز الملك سلمان للأعمال والغاث وهذا واجب على المملكة السعودية تجاء حباها وشقاها وخاصة اليمن الشقيق أنا أشكرك جزيلا من رياض صيد أحمد رقبان الكاتب والمحلل السياسي شكرا ترجمة نانسي قنقر